حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان هيا بطنة صوات الطائرات المغرد حد سافر وحد من رحلي تنجى معود شلني يادري ولا كمعي جود وحسان حطني في عدن ولا في عدن مرحبا بكم مشاهدين الأكار مرة أخرى وفي حلقة جديدة من برنامجكم العدي برنامج بالعدني حياكم الله وعيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير وعافية مشاهدين مدينة عدن مدينة تجمع ما بين الجبل والبحر هي خاصية فريدة من نوعها قل ما تجمع مدن كثيرة ما بين الجبل والبحر وتحظى هذه المدينة بموقع استراتيجي على الشريط الساحلي يجعلها ذات أهمية بالغة فبخلاف الخصائص الجيلوجية لها احتضنت عدن العديد من المعلم مثل معلم معبد الفرس وقلعة صيرة والمجلس التشريعي وفي حلقتنا لهذا اليوم معنا معلم وجبل برق الساعة ليتل بين هو النسخة المطابقة لساعة بينكبين في العاصمة البريطانية لندن سؤالنا يقول أين يتقع هذه الساعة ومتى أعيد ترميمه دعونا نشوف الشارع العدني إقابة لهذا السؤال خليكم معنا السلام عليكم أعرف عليك يا عبد الله عبدالله 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 عيد مبارك كل عام تبخير ومتبخير سواء الله عysis وإن عد علينا وعليكم إن شاء الله بليوم من البركاتة عزيزي عبدالله أقواء الفرحة العيدية طبعا ثاني جدا قد طفلنا هذه الأقواء هذه أقواء العيدية أقواء العيدية تكون طيبة في العيد أبطاءنا في المعلمة شارع المعلى الجميل والمشهور في عدن احيال الشوارع في العياد هذي والعب مثلا الشعبية مع الاطفال والعب في الشوارع يعني تعمل فرحة حاجة غير في عدن نعم ابدا الله لدينا السؤال عليك إذا وإن شاء الله تكون معنا موفق السؤال يقول بورقة ساعة ليتل بن في عدن يعتبر نسخة مطابقة لساعة بنك بن في العاصمة البريطانية في لندن أين يقع هذا البرغ ومتى أعيّد ترميمه في كريتر يقع هذا البرغ في في كريتر يكابة خاطئة عمد الله شكراً تواهي صحيح في التواهي فقط هي الجزية الأولى المتى أعيّد ترميمه التواهي هي هو في التواهي كيف حتك معندك شكراً السلام عليكم أتعرف عليك أحبكم وليد محمد عيك الله أخ وليد أخ وليد كل عام تبخير وعيدك سعيد عيد سعيد أنا وعلى الجميع إن شاء شاء لنا هذه الأقوال الجميلة في شارع المعلى في المدينة عدن والله أجواء حلو وناص طيبا الحمد لله رب العالمين أجواء أجواء طيبا جميل جدا أخ وليد لدينا سؤال وعليه قائزة بإن الله تكون من نصبك السؤال يقول برقة ساعة ليتل بين في عدن هو نسخة مطابقة لساعة بينك بين في العاصمة البريطانية أين يقع؟ ومتى وعيدة أين يقع؟ بعدا؟ هو بعدا بس أعتقد أنه اللهم صلى على النبي ما في مساعدة؟ لا في ولا اتصال بصديق أعتقد أنه جولة كالتكس؟ لا مش كالتكس في كالتكس بعيد على فكرة هو بعدا قد شفت الساعة دي بس مش عارف نعم مشهورة وكبيرة وهي نسخة مطابقة لبينك بين في بريطانيا عندك شكرة السلام عليكم السلام عليكم تعرف عليك؟ فهمي عبد المحمد يعني فهمي حياك الله عيدك تعيد كل عام وتبخير ونتم طيبين وصحوا عابين عيد سعيد طبعا حقا غير في عدن وخاصونا في شارع المعلم مع الأطفال ومع الشباب كيف هذه القوى الفراحية تعيشون؟ والله نعيش مع الناس ببساطة وفراح وحرام لأنه حقا في مدينة عدن الناس كلها بسيطة تعيشون السؤال يقول برق الساعة لتلبين هو عبارة عن نسخة مطابقة لساعة بينك بين في بريطانيا في لندن وفي عدن طبعا أين يقع في عدن؟ ومتعو عيدة ترميمه؟ قع بالتواهي بالتواهي برافو عليك صحيح متعو عيدة ترميمه؟ أعم أستلم الجيدة على أخي يعني ما بين من 2000 و... البين هذه لا لا يعني ما شا... ما بيش خيارات خالص ولا يستعين بصديق أبدا أهل فيم السباح عليكم السلام متعرف عليك؟ خالد محمد حمد خالد يا أستاذ خالد عيد سعيد كل عام تفكر انتم كل ساحة معافية إن شاء الله قوال فرحة غير الفي العيد طبعا وفين تروح تعيد دايما نتول البيت ولا؟ الله ده أكيد الساحل يعني صح؟ الساحل أصبح وسباحة ولعب أهو حقا حلوة سؤالنا يقول وعليه جائزة البرغ برغ ساعة لتل بن هو عبارة عن نسخة مطابقة لساعة بنك بن في بريطانيا كويس أين يقع؟ ومتى أعيد ترميمه؟ أه يقع في التواهي بس التواهي برافو عليك صحيح يقع في التواهي لكن متى أعيد ترميمه وتستلم جائزة؟ هذا من 1998 بالأسف شكرا لك قول لي كده يعني قديم ولا عادي قديم؟ خلاص يقع في التاريخ أين يتقع؟ ومتى أعيد ترميمه؟ هذه في في التواهي برافو في التواهي متى أعيد ترميمه؟ في لا لا في عام في حدول 2009-2010 مع أقوه بالأسف شكرا لك السلام عليكم السلام عليكم ستعرف عليك؟ محمد حمود عيد سعيد كل عام تبخير أنا وعليك إن شاء الله من تحب تأنيف هذه القوال الفراحية في عيد الفطر المبارك؟ نحن الشعب اليمنيين كله الشعب اليمني ونحن من ضبنا الشعب الشعب اليمني كله السلام معنا السؤال يقول ساعة أو برج ساعة لتل بينك هي نسخة طابقة للساعة اللي في بريطانيا بينك بينك في العاصمة لندن أين تقع في مدينة عدن ومتى وعيدة ترميمه؟ متى التاريخ عام 1952 لأسف السلام عليكم السلام عليكم نتعرف عليك؟ حسين أمين عيد مبارك كل عام تبخير أنت بخير إن شاء الله حسين صف لنا هذه الأقواء الجميلة أنت اليوم رايح تتمشي أكيد البحر إن شاء الله أكيد يعني عندنا فرحة غير طبيعية هنا بداية في عدن حاجة غير معنا السؤال وعليه جايزة السؤال يقول برج ساعة ليتل بينك في عدن هي عبارة عن نسخة مطابقة لساعة بينك بينك في العاصمة البريطانية لندن أين تقع في مدينة عدن ومتى أعيدت ترميمها أعيد ترميمها؟ تقع في مدينة التواهي الله عليك الجزء الأول كما نقول دائما أنها في مدينة التواهي الجميلة دائما هذه الساعة في أن تقع هناك في التواهي متى وعيدت ترميمه على طول جايزة السلمة الآن؟ في 2012 في 2012 ترميم حديث وفعلا عام 2012 ويستاهل تحية إذن صحيح نحن في شارع المعلّة طبعا الآن في مدينة عدن في شارع المعلّة ونبحث عن الإقابة محصناش عليها لعند الأخ حسين حسين أمين ونقول لك عيد مبارك مرة أخرى وتستاهل قائزة مقدمة من قناة سهيل الفضايا مبلغ ماني وتستاهل يا أخ حسين بروك علينا القديم مدينة التواهي مدينة يحضنها البحر ويحرسها الجبل ومن هنا من قمة جبل البنقسار بإمكانك أن تشاهد منظر عام لمدينة التواهي أول سوق تجاري حر في المنطقة العربية وكذا رصيف الأمير ويلز أو ما يعرف برصيف السياح أيضا هذا الجبل ارتبط اسمه بأحد أبرز المعالم في مدينة التواهي وهو بورغ أو ساعة ليتل بين النسخة المطابقة لساعة بينك بين بالعاصمة البريطانية بلندن وكانت تعرف بساعة بينك بين العرب منذ أكثر من مئة وعشرين عاما وأبان الحكم البريطاني لعدن بنيت ساعة ليتل بين كنموذج مصغر لساعة بيك بين في لندن ولم يسبقها لهذه إلا ساعة أخرى في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا بنيت في العام 1870 ميلادي وقد بني البورغ كرمز يضعه الاستعمار في مستعمراته وجاء السبب لبنائه كإحياء لذكرى القائد البريطاني الشهير آدم غورغ هوغ المقيم السياسي والقائد العام للجيش البريطاني في عدن بين الفترة 1885 وحتى 1890 ميلادي حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان إذن مشاهدين الأكارم حياكم الله مقددا هكذا تابعنا وإياكم التقرير الخاص بساعة بينك بين في عدن وبارك للفاز معنا في القائزة الخاصة بهذا السؤال تقل وإياكم الآن إلى فقرتنا التالية فقرة معاني وأغاني حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان كلمات من؟ دعونا نتابعوه أصوات الطائرات المغرفة حد سافر وحد من رحل السلام عليكم عليكم السلام أنتعرف راني نصاب حسن الأخت رانية عيد سعيد كل عام تبخير وانتبخير إن شاء الله من أسبب هذا العيد القميل وانت دائما تتروح تمشي في العيد ولقال سفل فيه لا والله نخرج نزور الأهل والأصدقاء ما انت حبت هني في هذا العيد القميل؟ عيد الشعب اليمنى كامل بعل في خير وصحة وسلامة يا ربي والأهل والأصدقاء والحبائب دائما وأيضاً نحن وعدسات الكاميرا وقناة سعيد آمين يا رب إن شاء الله أختنا رانية لدينا سؤال يقول حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان أغنية مشهورة كلمات من؟ الله ما أدري حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان شكرا 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 لك شكرا أفو يعني مقالة هي ولا إش؟ هي أغنية يعني مشهورة كبيرة حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان كلمات؟ أحمد سعيد عبد الله؟ لا للأسف شكرا لك أحمد هادي سعيد 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 سوبيت إذن لقب سوبيت حمد مرشد ناقي حمد مرشد ناقي لأسف في قبخة هي كلمات من؟ هي أغنية مشهورة لكن كلمات؟ الكلمات من اللي كتب الكلمات؟ أنا قولها المرشد لا أسف ناقي مرشد كلمات الفنان عطروش؟ فنان عطروش فنان كبير لا بس لأسف مش كلمات حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان؟ يا ترى هذه الكلمات لمن؟ السلام جايزة على عطون إن شاء الله قدها في يدي هي الآن عبارة عن عن شهدة سمعتها بس الكلمات كأنها الشاعر من قبل الشاعر غد شاعر كبير وقديم فعلا؟ اللهم يصلي يسلم عليك يا حبي الله يسلم برافو صحيح يسلم يسلم من؟ باع عبيد الله عليك إذن حصلنا على الإجابة فعلا وحقا من الأستاذ الشعيبي محمد الشعيبي محمد الشعيبي من مدينة الضالع يسكن في مدينة عدن ونبارك لكم نهنيك في عيد الفطر المبارك وحصلت على جائزة معنا ومقدمة من قناة سهيل الفضائية مبلغ مادي مبروك عليك أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام حياكم الله مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج بالعدني وفي هذه الفقرة فقرة أهل الفن كنا نتابع فقرتنا قبل دقائق وهي فقرة معاني وأغاني وفاز معنا اللي فاز والسلام الجائزة وأنهني نبارك لون قوله مبروك عليك هذه الجائزة مشاهدينا والآن مع هذه الفقرة وكما تعودنا أن يكون معنا في هذه الفقرة حد من ضيوف برنامجنا برنامج بالعدني لذلك أنا وأنتم خلونا نرحب أجمل ترحيب بضيفتنا الغالية الفنانة الصاعدة خلاص أنا سميتك فنانة نسمة صح؟ نسمة نسمة محمد نسمة محمد حياك الله يا نسمة محمد كيف حالك؟ الحمد لله عيد سعيد كل عام أنت بخير؟ كل عام وأنتم بخير على الجميع إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كيف قضيت العيد؟ أتسألك فقط قضيت العيد بأغاني وراح في معيك فعاليات ومهارقانات خلال أيام العيد؟ أيضا كانت في معيك فعاليات؟ في الحفلات برافو ما شاء الله حظ من تحب تهني في عبر عدسة وشاشة قناة سهيل بمناسبة عيد الفقر مبارك؟ طبعا بعد ما تهنينا طبعا طبعا هانيك انت الأول شكرا لك الله حبي وهاني أهلي وكل الناس الذي شاهدوني في قناة سهيل أحب هاني أهلي وكل الناس يعني برافو نحنا والمشاهدين أيضا كذلك يهانوك يقول لي كل عام أنتبأ الفخير وهم الآن منتظرين تلقيهم بصوتي كالعذب أنا طبعا بقول عبر العدسة وأقول إنه ما شاء الله نسمى من المواهب الجميلة في محافظة عدن بالتالي نحب نسمعها في أغانيها أنا حقيقة اندهلت سمعتها في البروفات وقلت سينا معها ما شاء الله عليها يعني مبدعة حقا صوتها جميل جدا فلذلك دعو التحكيم لكم أنتم مشاهدين الكرام لنستمع وإياك نبدأ بداية على طول نستمع والأغنية إذن مشاهدين الكرام سنبقى مع أولى أغنية من نسمى وتبعث فينا النسمات الجميلة في صوتها العظ فضلي المكرفون معاك والفرقة موجودة بكم معنا وأهلا وسلام عليكم موسيقى 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 يا يمان، يا يمان فيك يا حلو النشيد يا عدن يا عدن إقليم السلام أبيل لحق الضالة غردت كالحمام يا عدن يا عدن إقليم السلام أبيل لحق الضالة غردت كالحمام حتى تزهو بلادي قدما للأمام يا يمان، يا يمان فيك يا حلو النشيد أوه يا وطان المحبة يا فجر جديد يا يمن يا يمن فيك يا حلو النشيد يا يمن يا يمن فيك يا حلو النشيد أنا الحوار الوطني كما يبدو. كلمات من؟ كلمات عمي وأستاذي هديل ومدربي. طبعا هو فنان كثير وموهوف في هذه الكلمات وأرحان يعني بكل أنشود وكل يغني هو طبعا يشجعني دائما هو يوصلني بهذه المرحلة إنني أوصل لهذه المرحلة. أغني أستاذي أو عمي هديل العواضي. هديل العواضي ونحن ايضا عبر العدسة وشاشة قناة سهين نقول لعمها عم نتسمى كل عام انت بخير يا عم هديل العواضي ما شاء الله تنتبحها كثير وانت اللي شقعتها كثير استمر بتشقيعها لان ما شاء الله مبدعة حقا ابدعتي وتألقتي في الغنية كمان ذكرتي عن الحوار الوطني وقبل احنا فقط ذكرينها عن الكلمات اشي الكلمات انا قد نرتيت يعني على الحوار اكتمعنا والاتحاد اتفقنا على الحوار اكتمعنا والاتحاد اتفقنا وحققنا املنا في اليمن السعيد وحققنا املنا في اليمن السعيد الله عليك يا نسمى وحققنا كل المنقذات بإذن الله في اليمن السعيد واقليم اليمن الاتحادي عفوا اقليم اليمن الاتحادي اللي ستكون عبر اليمن الاتحادي ونحن اليوم في إقليم عدن ما شاء الله تبارك الله وبكرتي أنت ما شاء الله إقليم عدن بكرتي المحافظات الخاصة بإقليم عدن أبدعتي تألقي أسألك فقط سؤال هدي العواضي عمي كوني ساعدك وشجعي الوالدة كمان والوالد كلهم دول أمي طبعا هي هي اللي يعني قالت هي أني سمعت صوتي أولا يعني حاولت هي وعمي يشجعوني بهذا الشي ما شاء الله يقولون أنت صوتك مريحة شاركي في حفلات شاركي في مناثبات ما عارضوكش خلص ما عارضوكش ما عارضوكش أي معارضة قولك انطلقي يعني حل بس يعني لا أستنف يعني محدد ما شاء الله برابو يعني مش حابة أواصل يعني خلص الفترة ما شاء الله بتكون فترة بسيطة للغناء القميل والإنشاء حق حلق شرابو اي برابو 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 نحن تمعلن الغنية الأولى حتى اليمن فسعيد و الآن أيضا لمشاهدين الكرام آكيد ناوين تسمعوا أغنية جديدة صح أم لا ناوين تسمعوا أغنية جديدة المشاهدين نقولوا ناوين إذن المشاهدين يقولوا ناوين ناوين استمعوا لأغنية جديدة من أغاني الرائعة المبدعة نسما محمد نسما محمد الماكرفون أيضا موجود معك هذه المرة والكل في انتظاري تسمعينها غنية أول فقط أسأل الغنية بعنوانيش القديدة يا مطر يا مطر يا مطر يا مطر تتكلم عن المطر عن المطر نعم حلو يكون في خضرة يعني أنا لابست إيش لابست أخضر يعني ما شاء الله براوة وأنا لابس أخضر وفي خضرة إن شاء الله إذن يا مطر يا مطر ومع نسمى محمد نستمع وإياكم تفضلي يا صديق البشار يا مطر يا مطر يا صديق البشار والطير والشكار ريش ريش يا مطر والطير والشكار ريش ريش يا مطر يا مطر يا مطر يا صديق البشار يا مطر يا مطر يا صديق البشار والمطر والشكار يا شرش يا مطر والطي والشكاة يشيرت يا مطاة املأ الدنيا حبو بهكة وسرور املأ الدنيا حبو بهكة وسرور وسعد من حضر وسعد من حضر وسعد من حضر وسعد من حضر املأ الدنيا حبو بهكة وسرور املأ الدنيا حبو املأ الدنيا حبو املأ الدنيا حبو وسعد من حضر وسعد من حضر وسعد من حضر وسعد من حضر يا مطر يا مطار يا صديق البشر والطير والشكار رش رش يا مطار اشتركوا في القناة صاروكي من قطرات الماء حين جاديك السلامة فتذلك تمام يا مطر يا مطر يا صديق البشر والطير والشكال ريش ريش يا مطر والطير والشكال ريش ريش يا مطر هكذا كنا مع نزمة وأغانيها القميلة طبعا ننوه المشاهدين بأن الأخت نزمة محمد كان لديها فيديو عن قنة عدن صح بعنوان قنة عدن وعرض عبر شاشة قناة سهيلة الفضائية وكان جميل جدا الكل امتدح هذا الفيديو أيضا كان له دور الهدي للعواضي عميك في هذا الفيديو كلمات ترستاذ داسان المغلس ما شاء الله و ألحانه ألحان سال المغلس و طبعا أوقح التحيتي لأستاذ سال المغلس و نحن نوقع التحيتي و أشكر طبعا لأن الألحان جميلة و طبعا أشكر برضه هو إخراج و منتج أستاذ أو عمي هديل العواضي نسمى نحن سعدة جدا بلقائك اليوم أنا شخصيا سعيد جدا أنا وقف في هذا المنبر القميل و أنا أيضا سعيدة جدا الله يخليك أخ نسمى عيدك مبارك كل عام ان شاء الله تسعدي في خلال أيام عيد الفتر مبارك و تأخذ حريتي و كراحتي و كنت تمشي و أنت تمشي دائما أنت نتمشي يعني نروح ملاهي نروح البحر برابو حلو المنتزات الموجودة الكثيرة في عدن برابو عليك نسمى نسمى أكون إلى هنا قد أنتهيت معك من هذا اللقاء الشيق الذي جمعني بك نسمى محمد أحد الفتيات الرائعات و الجميلات في أقليم عدن و الصاعدة إلى الفن بإذن الله أحبائي المشاهدين هكذا كنا مع هذا اللقاء سأنتقل و إياكم إلى الفقرة التالية وهي فقرة الحماس مع مجموعة من الشباب الرائعين من مديرية البريقة شاهدونا خليكم معنا مع فقرة الألعاب الشعبية مشاهدين ألا كارم حياكم الله مقددا نعيدكم مبارك مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك و برنامجكم العيدي برنامج بالعدني و نحن هنا في مديرية البريقة في محافظة عدن و مع مجموعة من الشباب الرائعين أمس كنا في منافسة شريفة و قوية جدا مع الفريق السوسني و الفريق الأزرق قادات الفريق موجودة معنا أعتقد ذكر اسمك الأخ عماد صح قضيت العيد والله تمام حلو كان رائع جدا بعد المنافسة الشريفة في أول عيد بعدين فين راح تسبح كيد تسبحنا أنا الشباب و نلعب حلو جدا الأخ أمقد صح كيف قضيت العيد تمام من تحب تهني في ثاني أيام العيد عبو دريب عبو دي صاحبك يعني صاحب و نحن يعني كمان قناة سهيل مالك و قناة سهيل بردان نحي و عيدكم مبارك كل عام و أنتم بخير و أنتم بخير إن شاء الله شباب عيدكم مبارك كل عام بخير قضيتهم العيد 100-100 برافو إذن مشاهدنا الكرام سنشرح لكم و لمبموعتنا المتواجدة معنا الشباب من مديرية البريقة صيغة اللعبة الخاصة بثاني أيام عيد الفطر المبارك شبابنا القادة متواجدين معنا في الأرضية الآن متواجدة معنا مجموعة من الشوكولاتة الجميلة شوكولاتة أبو بقرة كما يبدو تمام القادة عماد و الأخ مقد تختار اثنين من الشباب الخاصة بالمجموعة تبعك على طول واحد ينبطح و الثاني يمسك من على رقله و يخذ الشوكولاتة بأسنانه و في معنا هناك علب خاصة بتجميع الشوكولاتة و على طول من يجمع أكثر من الشوكولاتة قدر كبير من الشوكولاتة يكون هو فائز معنا بنقاط خاصة أيوة أكثر جاهزين إذن مشاهدنا الكرام الآن و نختار وإياكم قائد الفريق يختار اثنين و أيضا قائد الفريق للفريق الأزرق تختار اثنين وشرحنا لكم اللعبة و نبدأ وإياكم من تختار أخي عماد من الفريق السوساني عبد الله و غسان فضل عبد الله و غسان معنا الآخ مقد من تختار فريقك أنت وأكرم قائد الفريق وأكرم فضلوا أكرم وأمقد خليكم هنا معنا الآن إذن مشاهدنا الكرام الفريق الأزرق موجود معنا و الفريق السوساني سنبدأ وإياكم مع اللعبة الثانية و ثاني أيام عيد الفطر مبارك يستعدوا الشباب مستعدين إذن نبدأ وإياكم يلا على بركة الله الله عليكم غسان و أمقد ما شاء الله ما شاء الله برافو عليك يا غسان برافو على أمقد كمان لا أخذه أمقد كمان لا أخذه أمقد 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 ما عليش صاحبك زميلك برافو ما شاء الله برافو 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 ما شاء الله برافو 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 والعرق كثير وأنت شاركت أول واحدة اخترت نفسك واخترت كمان معك زميل كيف كانت معك الأقواب والله كانت تمام بس متعبها غليل تعبها قوية جدا شاركوك الشباب وتعبوا معك أيضا بالله شدر الآن مشاهدين الكرام سنذهب وإياكم إلى العلبة الخاصة بالشوكولاتة ونروح نعد الشوكولاتة إذن مشاهدين الكرام الآن مع العلبة الخاصة بالفريق السوسني نبدأ معكم ونشوف كم عدد الشوكولاتة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعشر اتناعش ثلاثة عشر اربعة عشر برافو اربعة عشر شوكولاتة بس يا قائد الفريق الله المستعان يا لو ما في واحدة مفكوكة وكأنك كانت ناوتي كل يعني لا لا حركة إذن كنا معكم عدد أربعة عشر شوكولاتة في الفريق يحفظ الأخ عماد أربعة عشر الفريق الثاني الأزرق ونشوف عدد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش تحية برافو فريقين كانت لديهم منافسة شريفة وقوية الفريق السوسني والفريق الأزرق فاز معنا اليوم بعدد أربعة عشر شوكولاتة في علبتهم الخاصة مبروك على الفريق السوسني إذن مشاهدنا الأكارم إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم وحلقة برنامك بالعدني لثاني أيام عيد الفطر المبارك أراكم في خير في حلقة جديدة بإذن الله وأعيدكم سعيد مبارك إلى اللقاء قطني في عدن ولا في الشيط عثمان قطني في عدن ولا في الشيط عثمان هيا بطن صوات الطائرات المغرد حد سافر وحد من رحلي تنجى معود شلني يا دري ولك معي جود وحسان قطني في عدن ولا في الشيط عثمان هيا بطن صوات الطائرات المغرد حد سافر وحد من رحلي تنجى معود شلني يا دري ولك معي جود وحسان قطني في عدن ولا في الشيط عثمان